السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جديد من ايام رمضان الكريم سوف نشارك معكم كذلك وصفاتي البسيطة نشارك معكم بحكم الوقت سوف نشارك معكم نشارك معكم الخضرة خضرة سوف نقوم بالخضرة سوف نقوم بالخضرة سوف نقوم بالخضرة السبب سوف نقوم بالخضرة سوف نقوم بالخضرة كلاب الأمام سوف نضغط المشارك بالخضرة فانهة الخضرة سوف نضيفها على المكونات سوف نضيفها على المكونات سوف نضيفها على المكونات و نضيفها على المكونات على المكونات سوف نضيفها سوف نضيفها ملعك المعجوناطي و ملعك، طلق الثمن الثمن نترك صغير ملعك كذلك الجازار والقرع و شوية دلوية نحاولوا فرمضان يكونوا ما فيهم شي الخضراء فنحاولوا ننوعوا ونشكلوا الوصفات اللي تكون فيهم الخضيرة سوف نبخرهم هنا سوف نبخرهم ومن بعد نسوطيهم سوف نحطي الدكاة يتبخر سوف ندوز نعمل تتبيلية الدجاج الدجاج غسلته نقيته مثل الليمون نقيته مثل ربيع التوم لياقور الطبيعي معجون الفلفلاء معجون طماطم خرقوم حر كاري هذه تتبيلة التوم بودرة بصل بودرة الملاح الليمون زيت زيتون هذه غير فكرة تتبيلة كل واحد يعمل اي تتبيلة اي تتبيلة تستعمل تتبيلات شاورمو مهم تتبيلون مدخل نعمل شوية زيتون هنا سوف ندهان طبعا هذا الدجاج يجب احسن يشرب شرمولة وليمون كل واحد على حساب الوقت انا هنا نضرب السدر بالموس وندوز كامل ونضرب كرشة 1.5 بصل نسم ونعمل في الكيس الحراري الفرن ونشد كذلك البنات تخشيوها مع الجاجة وكتب الخضرة كاملة كاملة مزونة ها هي تجاجة انا اعمل جوة جاجة باش وحدا نفطروا بها اليوم ووحدا نغضى باش مندخلش كوزينة غضا باش غضا يكون عندي الماكلة غير نسخن تكون بقلي الخضيرات تكون بقلي الشربة بقلي الجاج انسخنوا ناكل منشي دايما في كوزينة هنا نحن على مدينة تشعر لانك نقدر قد اعلو انا اعمل وصفة ووصفة بالتفاصيل لكم منفصيلة كذلك عدلت الزلية كرين باوتسيير وفريسة وعجنت لعجينة وخليتها ترتاح لعجينة لا تغط دخلت المول وزعتها في المول ودخلت الفرن تتحمر ونعمرها بالكريم باتيسير و الفروطة سهلة تحلية تعييم الافكار ونعمرها في المول سواء صغارين سواء مول كبير وطفقوا لغير كريم باتيسير وكتعمل الفروطة المتوفرة ونعمرها بالفروطة المتوفرة سوف ندخل المفرن ونعدل بغرير عدلت بغرير البناتة الوصفة هذه رائعة نصحكم جربوها نزلت لكم في القناة الفيديو السابق دخلوا وشوفوها نصائح ديالة كاملة واحدة بغرير ما عندي شي ما نقول لكم مغزيل غير بالدقيق ديال الفينو ووصفة ناجحة ان شاء الله غادي تشوفوها معايا ان شاء الله رجعوا لها في الفيديو رانا نزلتها في فيديو سابق وقد نخلي لكم الرابط ديالة في صندوق الوصف شوفوا معايا كيش كيت تقاب مهم كي يجي مزي ونصحكم تجربوها بغرير هادا مهم عدلت بغرير ديالي عدلت قاعدة ديالة تارتة شربة ديالي عدلتها جاجة شارمل تدخلتها خضرة بخرتها كل شي وجدتوا هادا نقول لكم جسة عدل المقانة لا ماشي جسة هادا صراحة هادا نهاردة الجمعة كان عدلتها تشيفو حتى تتسة عدل المقانة ثلاثة ثلاثة اربعة هاكتاك بحسب شيء مهم تقريبا هاكتاك ها هو بغرير هادا نشوفوا معايا كيفاش عامل وقاملوا تهوى واجد تأملوا را وجدتها ها هو بغرير وقاملوا موحشة هم موحشة هم بززف عدلتهم بالشهوة وجوجات ديالي ها هم بتحمروا خرش شمل فران نصافي غادي نزل طبيلة ديالي المغرب انا كننزلت المكلة في الفطور لان انا الرجل يجبو المكلة فانا كننزل اللي بغى يأكل يفطر بحاجة خيفة يفطر اللي بغى يخلي المكلة خليها تلعشة مهم كننزل اللي بغى يأكل شيء في المغرب ولي بغى يخلي العشاء هو برحته الخضرات هي سوتيتا سوتيت اللوبياط زيت زيتون والتوم الربيع والملاح وشياد اللي بزار كذلك تطاة هي سوتيتا غير ها كنزيدة البابريكا كنقليها مزيان ونفس الشي بالنسبة للجازار والقلعة تهية بنفس طريقة صافي هات الشي كامل ما بقالي تشي حاجة كل شي وجدته عملت الملوخية طبعا انا كتعرفوا الرجل المصري فاخصم ملوخية وكان متشهي هذا النار عملت الدجاج وانا عملت الخضرات ليلي الملوخية هي هذه البنات المصريين في حل العشبة يعملوها بشكل مع الشربة ويعملوها بطشة هاته هي التي يشهقوا عليها المصريين ويعملوها تقليوها ويجب أن تحرقوا كبهوها على الملوخية هذا هو الصوت يجب أن تعملوا الملوخية يجب أن تعملوا هذا الصف وهذه هي التي يشهقوا عليها ويعملوها فانا عملتها كذلك في الإفطار مع دجاج خمسة خيق سوف ننزل طبعا تباصل والشربة هي البنات بعد ما وجدت تجي غزالة فيها المدق الحريرة وهي خفيفة على الحريرة تجي جمعة الخضيرة وبغرير وطبعا الفطور الخليب وطمار وشباكية ملوخية ما هي البنات لدينا لدينا هذا الفطور هو هو هذا الفطور اليوم البنات لدينا شاركتوا معاكم هاتشي لي وجدت ان شاء الله الفيديو يعجبكم انتظروا ان شاء الله في فيديوهات اللي مجاة بالنسبة للبنات نسيت لكم الطرطة ديال الفريسة ها هي البنات التلهيت كنت مشغولة وميجيت من حمرية نتاحية مزيونة أمريكي مفوقي شوية العافية كتغت تحرق لي مملاحقتها جيبت الكريم باتيتير كتغت عندي معادة لحطيتها في التلاجة وزوقت بحالة شكل هذا وعملت عليها شوية الفريسة مفروطة لي موجودة في الدر عملت عليها شوية فريسة مفوقي وهي وجدة عملناها تحلية بالليل مر الفطور حلنا بها جاءت رائعة نتمنى بالنسبة للفيديو ديال اليوم ويكون أعجبكم شاركت معكم يوم من أيامي في رمضان نتمنى إن شاء الله ينالإعجاب ديالكم شكرا لكم وإلى اللقاء